الزكاء الاصطناعي لو عرفناه هو عبارة عن إيه؟ هو علوم الكمبيوتر بشكل عام المخصصة لحل المشاكل المعرفية المرتبطة بزكاء الإنسان البشري اللي هو اللي احنا دخلناها أصلاً على الكمبيوتر فأنا عايزة أتكلم عن هو ليه أصلاً طفل من 5 إلى 8 سنين بيستخدم ده أو عارف ده ليه بقى؟ عشان إحنا وإحنا صغيرين أنا ابني كثير جداً بيبدأ يسأل كثير يبدأ يزن فالأمة بتكون مشغولة صراحة أمة ده حياتي يقام مشغولة مع أخواته يعني عندها حاجات فبتعمل إيه بقى؟ فبتنزل تطبيقات تطبيقات دي بتعلم اللغة تطبيقات للبرينجيم عشان نزود هي أتخادم منها نزود الإيكيو بتاعه إن نزل له مخييس أو تقنيات جديدة بتبدأ تعمله تهزيم للسلوك أو بتشوف هو إيه المشاكل اللي عنده في السلوك ديها كويس طب هل هو بيرفع الإيكيو بتاع الطفل مثلاً؟ هل ممكن يرفعه؟ خالص خالص بالعكس ممكن يقلله مثلاً؟ أه بص الإيكيو هي المادة الرماضية تحت المخ كلنا بدام إحنا طلعنا أسواء معنداش مشاكل خالص في المخ ضمول في المخ أو ماي في المخ أو حاجات دي كلها بنطلع كلها نفس النسبة بتكون بس محتاج عشان اللي محتاج يرفعها إيه بقى؟ ترمية المهارات إنك تبدأ تدي له مهارات كتيرة جداً فيبدأ يكتسبها وبتقسها بحاجة اسمها من قاس ستانفورد قاس 45 دقيقة بيبدأ يسأل الأم حتى لو بيبي كان صغير يبدأ يسأل الأم أسئلة فنبدأ نعرف الإيكيو بتاعهم 90-120 أقل من كده يبقى عنده مشاكل يبقى عنده نوع من أنواع الأعاقة هكذا اللي بيزود تعمية المهارات بس أنت لما بتحطه قدام الشاشة هو بيدمن الشاشة إدمان سلوكي بيقص على محور عصبي المادة البيضة اللي حولي محور عصبي في المخ فيبقى عرضة هو كده أدمان إدمان سلوكي زي الشخص اللي بيدمن بساني السجاير هو إدمان الحركة أو إدمان هذا السلوك فتبدأ بقى تمنعه تاني بإدمان السلوك بس ساعتها بيكون تسبب في مخاطر لو اتكلمنا لحد ست سنين هو النطق في تلعصم مؤقت تلعصم دائم تهتها في الكلام لو كان من الشخصيات الخغولة هيبدأ المشكلة بقى في البيهيفر بتاعه على العزلة الاجتماعية انت حطيته في عالم تعود عليه فلو كان من شخصياتك قوية أو الجريقة هيبدأ يدمنه ويبدأ يجربه فأنت مش عارف التجربة بعيدة عن الأب والأم ممكن يعمل إيه طيب لو كان منها شخصيات الخجولة أو المتوضع هيبدأ في العزلة الاجتماعية العزلة الاجتماعية هيبدأ ينطوي تماما من مجتمع ويعيش في متلازمة العالم الافتراضي فيبدأ يعيش في عالم غير حقيقي فيبدأ يبقى عنده سوء تخزيه مش نعزنية تماما خوف المجملات حتى من أقرب الناس لي ممكن يبدأ كوابيس ممكن يبدأ يجيله هالعليلي هيبدأ يجيله تلعصم وتهتها في الكلام يأمن طوائية يأمن عضوانية عضوانية على كونفرزون بتاعه المنطقة الأمان هو مواما مثلا أو حد أصغر منه بالتوالي بحطه شخصية اتكالية سوق تحصيد دراسي وقد يصل إلى صعوبات تعالى ده اللي بيخوفني من زيادة مشاهل القاعدة قدام أي شاشة حتى زجاجة صناعي ما المشكلة أنت في الأول وفي الأخير قاعدة فين قاعدة مشاشة فأنت بيقدم لك حاجة كويسة أيوة بيقدم لك حاجة كويسة لمدة قد إيه هما لسوا صغيرين ترجمة نانسي قنقر